السلام عليكم ورحمة الله طبعا كلنا نستخدم أجهزة الأندرويد بشكل الاعتيادي لكن فعليا هذا الجهاز فيه مجموعة كثيرة من الحيال والأسرار والخدع المخفية داخل هذا الموبايل ورح ترجيكم مجموعة من الأسرار اللي ممكن كثير ناس ما تكون انتبهت إلها وإن شاء الله أنه هذه الأشياء اللي رح نسترضها معكم رح تعجبكم ورح تفيدكم بشكل كبير ورح نبدأ معكم مع أول سر موجود معنا واللي هو التخلص من طلب الإيميل الخاص في الجوجل لما نعمل فورمات على الموبايل لأنه بنعرف انه لما نعمل فورمات رح يطلب منه بالعادة الإيميل اللي كان موجود على الموبايل قبل عملية الفورمات وعلشان تتخلص من هذه المشكلة رح تروح معي على الإعدادات طبعا رح تشوف قدامك خيار مطور البرامج طبعا بعض المستخدمين ما رح يكون عندهم خيار مطور البرامج منفعال علشان تفعله بتروح معي على خيار حول الهاتف وبتنزل لعند آخر خيار موجود عندك اللي هو رقم الإصدار وبتضغط عليه سبع ضغطات بشكل متتالي على السريع رح يتفعل عندك اللي هو خيار المطور بعدين بترجع للشاشة السابقة الخاصة في الإعدادات رح تشوف قدامك خيار مطور البرامج اتفعل بعدين تدخل على خيار مطور البرامج وهن رح ندور على خيار إلغاء قفل المصنع الأصلي للجهاز رح نفعل هذا الخيار ورح يطلب منك النمط في حال كنت يعني ضايف نمط على موبايلك رح تدخل النمط وبعدين تضغط على خيار تمكين فيك حالي في حال عملت فورمات لموبايلك ما رح يطلب منك الإيميل اللي كان موجود على الجهاز قبل عملية الفورمات واللي بشوفنا لأول مرة اضغط على الاشتراك أسفل الفيديو وكمان فاعل ميزة الجرس علشان دايما نصل لك جديد قناة التميز ونروح مباشرة على السر الثاني واللي بدوره رح يخلي البطارية تشتغل معك بشكل أطول على الموبايل طبعا رح نروح على خيار الإعدادات وندخل على خيارات مطور البرامج ورح ندور على خيار محاكاة مسافة اللون طبعا زي ما تشاف عندك الخيار الثاني اللي هو عمى الوان كامل طبعا مجرد ما تحدد هذا الخيار رح يصير عندك الموبايل باللون الأبيض والأسود طبعا هذا الخيار رح يوفر عليك استخدام البطارية وعن تجربة شخصية بإمكانك تجرب الخيار وإن شاء الله أنه رح يفيدك بشكل كبير ونروح مباشرة على السر الثالث واللي رح يخليك تقدر تتحكم في الأيقونات الموجودة أعلى شريط الإشعارات بكل بساطة رح ننزل شريط الإشعارات في عندك خيار الترس أو زر الترس هذا الزر طبعا مجرد ما تضغط عليه ضغطه مطولي لمدة ثلاث ثواني زي ما أنت شايف رح يفتح معك خيار جديد وهذا الخيار اسمه أداة ضبط واجهة مستخدم النظام زي ما تشايف هذا الخيار بإمكانك تدخل على أداة ضبط واجهة مستخدم النظام وتضغط على حسنا ونروح مثلا على شريط الحالة بإمكانك تخفي أي أيقونة موجودة أعلى شريط الإشعارات مثل خيار الواي فاي اختفى من لنا وبإمكانك ترجعه وهو كمان بتقدر تظهر النسبة المئوية لنسبة شحن البطارية بدل ما تستخدم التطبيقات وسر الثالث اللي رح نحكي عنه اللي هو النمط أو النقش على الموبايل عارفين إنه لما نضيف نمط على الموبايل ما رح نقدر ندخل على الموبايل إلا في حال رسمنا النمط أو النقش على الشاشة والحلو بالموضوع إنك تقدر تلغي شاشة القفل لما تكون مثلا موجود في البيت أو مثلا موجود بالشغل عن طريق الجي بي اس بكل بساطة رح تروح على الإعدادات ورح تنزل معي لعند خيار الحماية أو خيار الأمان آسف بعد ذلك رح تدخل على خيار سمارت لوك اللي هو الخيار الثالث سمارت لوك بعد ذلك ترسم النقش أو النمط اللي انت ضيفه على الموبايل وتضغط على حسنا رح تجيك هذه الشاشة بتختار الأماكن الموثوق بها الخيار الثاني وبعد ذلك نختار خيار إضافة مكان موثوق به رح تجينا خرائط الجوجل منحدد مكاننا عن طريق الضغط على الزر اللي موجود أسفل الشاشة على اليسار بعد ذلك رح تلاحظ أنه بإمكانك تدخل على موبايلك بدون شاشة القفل في حال وجودك في هذا المكان اللي انت حددته نروح مباشرة على السر الرابع واللي هو فتح أكثر من تطبيق داخل الشاشة على الموبايل رح تضغط معي على زر الهوم اللي موجود عندك على الموبايل رح تجيك التطبيقات اللي انت فاتحها على موبايلك رح تضغط ضغطة مطولة على أي تطبيق رح تجيك اللي هو اسحب هنا لاستخدام وضع تقسيم الشاشة بعدين بإمكانك تضغط على التطبيق الثاني ضغطتين رح يصير في عندك تطبيقين موجودات على نفس الشاشة بإمكانك تستخدمهم بدون ما تستخدم زر الهوم والسر الخامس والأخير اللي موجود معنا اللي هو مدير الملفات اللي كنا بنستخدمه علشان نعمل عمليات نسخ ولصق للملفات وندير ملفات الموبايل لكن في حال تعطل عنا مدير الملفات في عنا مدير ملفات مخفي على الموبايل وعلشان تظهره رح تروح معي على خيار الإعدادات وتنزل لعند خيار التخزين طبعا رح تنزل لآخر خيار موجود معك اللي هو الاستكشاف مجرد ما ضغطت على خيار استكشاف رح يفتح معك مدير ملفات مخفي فعليا موجود عندك على الموبايل بإمكانك تعمل إدارة للملفات اللي موجودة عندك على موبايلك من عمليات نسخ ولصق لأي إشي بدك إياه أو نقل على موبايلك طبعا لون إخواني منكون انتهينا من الفيديو تبعنا ما تنسونا من اللايك والاشتراك منشوفكم إن شاء الله بشرح جديد في أمل الله